اليوم بدنا نحكي عن المصطلح اللي هو CRI CRI هو اختصار ل Color Rendering Index طيب يلي او انا كنت فاهم الاول حتى انا الثاني خلينا شوي شوي نبلش شريح أبين ما نوصل لمعنى هذا المصطلح وايش استخداماته ذكرنا بالفيديو الماضي عن White Balance انه كيف احنا وظيفتنا كمصورين نطلع الالوان اللي موجودة بالفيديو واقعية قدر الامكان واكتشفنا انه لازم يكون الضو ابيض حتى ما يخرب الوان المشهد هناك مشكلة ثانية كمان بتخرب علينا الوان المشهد اللي هي جودة مصدر الاضاءة مش بس لونك كل لون ابيض انتو بتشوفه بعينك هو ابيض مية بالمية ايش يعني يا ليه خلينا نبلش اول اشي بافضل مصدر اضاءة ممكن نصبر في اي مشهد اللي هو ضوء الشمس ضوء الشمس او الضوء الابيض اللي جاي من الشمس هو افضل مصدر اضاءة بيعطيني الوان واقعية مية بالمية والسبب انه ضوء الشمس الابيض متكون من الوان الطيف كاملة من حد اللون الاحمر واسحب اصفر اخضر سيان ازرق فكل الوان الطيف موجودة بهذا اللون الابيض اتجمعت وعطتنا لون ابيض نقي وكامل مية بالمية لما اجينا نحاول نصنع ضوء ابيض او ضوء صناعي ابيض واجهنا بعض المشاكل خلينا ناخذ مثال منهم اللي هو ضوء الفلوريسنت الفلوريسنت لايت او النيون او النيون الكعكة اللي بنحكيله بالاردن هذا بستخدم مادة الفلوريسنت اتوقع وفي زئبق في مواد كيميائي بتكون جوا الانبوب بتتفعل مع بعض تصدر اشعاعه هذا الاشعاع انت بتشوفه بعينك لونه ابيض لكن لو نيجي نحلل ايش الوان الطيف اللي طالع منه بالضب رح تنتبه انه طالع منه لون الاحمر والاخضر والازرق هو اكثر سطوع له لكن باقي الالوان ضعيفة فبهاي الحالة هو ما بعطيني لون ابيض نقي 100% ممكن نعكي 70% طيب يليو هذا كله حكي وارقام شو بيأثر عنا على التصوير بدنا نعمل محاكاة بسيطة لنعتبر هذا المشهد حاليا مصور باضاءة فلوريسنت رح تنتبه فيه اختلاف واضح جدا اول اشي على لون بشرتي وثاني اشي على لون المشهد بشكل عام انه اللون الاخضر المزعجات طاغي عليه اكثر طب يليو ما تحكتنه بالفيديو الماضي انه بس ناخذ اداة الويت بالنس نكبس على اشي غري او نيوترال ممكن زي التابلت وبصلحن اياه للأسف هالمرة ما بتزبب بسبب اصلا المشهد كامل فيه خطأ بالالوان او فيه نقص لون من مصدر الاضاءة فبتلاقي لون البشرة اصلا منه فيه باهة تعبان ما بتقدر تعمله تصليح ولا white balance وهاي المشكلة ببعثوا ليها مصورين الطعام ومصورين البورتريا وبالفيديو بتبين بوضوح تام انه يليو الوان البشرة تعبان الفيديو مبين انه مش professional السبب انك عم تستخدم اضاءة تعبانة او وجودتها قليلة هلا اضاءة الفلوريسينت صراحة هي مش مجهزة للتصوير الاحترافي هي للتصوير المنزلي ومرات المصانع بضيفه مواد كميائية تزيد كمية اللمبة والسبب ان اللون الاخضر اللي هو في نص الوان الطيف فلما تزيده هو ككل يزيد هلا فيه مصانع مشان تحل مشكلة اللون شو عمله اضافت مواد كميائية ثانية لما تتفاعل مع بعض بتعطي الوان الطيف الناقصة من هذا الفلوريسينت منها الاصفر والمجنته فيكصر انه نوعا ما جميع الوان الطيف موجودة لكن بنسب متفاوته بهاي الحالة بنحكي انه هذا الانبوب اعطاني ضوء ابيض بنسبة سبعة وتسعين بالمئة مش بمية بالمئة في تفاوت بنسب الوان الطيف الموجودة فيه هاي السبعة وتسعين بالمئة بنسميها الكلر رندرينج اندكس وهذا الرقم بنكتب على علب اللمبات بس للشركات الكبيرة زي شركة اوزرون فيليبس ممكن تمسك علبة اللمبة الاصلية وتقرب يكون مكتوب سير اي عادة يفضل يكون اعلى من ستة تسعين بالمئة ملاحظة ما في مية بالمئة غير ضوء الشمس وكلما كان اعلى من تسعين بالمئة كلما كان اقرب للضوء الصحيح مية بالمئة وبتكون جوته اعلى لكن بالمقابل التكلفة رح تكون اعلى بكثير فمشان هيك نفس النمرة بتلقي حقها دينارين نفسها لكن بسي ار اي اعلى من سبعة تسعين بالمئة بتلقيها حقها عشرين دينار او خمس عشرين دينار طب يقولوا يمكن انا بدي يكون المشهد فيه شوية اخضر وكذا وكذا زي فيلم The Matrix فيلم The Matrix اصروا يستخدموا اللون الاخضر الطاغع كامل المشهد مشان يفرجوك انه هو في العالم السيبيري في جوه الميتريكس جوه المصفوفة بهاي الحالة ما منستخدم اضاءة سياراية تاحها قليل لا رح نشرح بفيديو لاحق انه بالاصل لازم انت تصور صحيح بعدين تعمل بمرحلة اللي بعدها لكن بالاصل لازم معلومات تكون عندك صحيحة والالوان صحيحة بعدين نعملها فيما بعد كمان ملاحظة مهمة اللون الابيض اللي موجود في اجهزتنا او الباك لايت طريق التصميم التابلت والتلفونات والتلفزيونات الذكية فيها اضاءة سياراي جدا عالي فيها مشان يضمن لك انه تكون الوان واقعية وصارت معا لما كنت مسافر ما كنتش منزل معاي العدة لكن استخدمت التابلت كمصدر اضاءة لتصوير منتج وهذا اشي ممكن انك تعمله طبعا مش كل التلفزيونات سياراي فيها عالي بذك تنتبه فبتلاقي التلفزيون حقه 100 وتلفزيون حقه 1000 معانه ما فرق اشياء كثير غير الالوان هاي معلومة كنت حاب انه تعرفوها لانه في ناس كثير تنكسر شاشة تلفزيونه بكبه لا ممكن تستخدمه كمصدر اضاءة ممكن جدا رائع على الاستوديو عندك وكل ما كان مصدر اضاءة اكبر كل ما كانت اضاءته انعم بكل احوال اتمنى انكم استفدتم من الفيديو اليوم عرفتوا شو معنى سياراي رح تبلشوا تدوروا عليه بالمصادر الاضارة واذا عندكم اسئله او استفسرات او مصطلحات حابين اشرح انا بالفيديو هات الجاي تقدروا تبعثول على الانستغرام والفيسبوك ليو.حماتي واذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيكم العافية